السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وموعد يتجدد معكم في برنامجكم اليومي الأهلي ينتخب الأهلي ينتخب زي ما حضراتكم تابعين هي فرصة فرصة يومية البرنامج بيستضيف في كل حلقة أحد سادر المرشحين لعضوية ومقاعد مجلس إدارة النادي المختلفة للانتخابات اللي هتجرى ان شاء الله تعالى يوم 26 نوفمبر الانتخابات بدأت تاخد حيز التنفيذ الفعلي على الأرض النهاردة يمكن الشركة المسؤولة عن تنفيذ وتصميم الخيمة الانتخابية بكل ما فيها من إمكانات ومساعدات لوجستية مهمة استلمت الموقع استلمت مواقع إقامة المخيم اللي حيكون في ملاعب الترتاني الخاصة بالسادر العضاء في مقر النادي في الجزيرة يمكن تم إغلاق هذه الملاعب وبدأت الشركة على الفور تجهيزها بكل الإمكانات اللازمة زي ما استعرضنا قبل كده مع الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي واضح جدا أنه تم اتخاذ كافة التدابير تم تسهيل كل الإجراءات اللوجستية بحيث أن المخيم الانتخابي يكون مؤاهل لاستيعاب أكبر عدد من السادر الأعضاء بكل يسر مع الحفاظ على كل الجوانب الاحترازية والشروط التباعد الاجتماعي دي الترتبات اللوجستية اللي شغالة قبل الانتخابات بأسبوع بيتم تعليق أسماء السادر الأعضاء الجمعية العمومية لليوم حق التصويت وإحنا هنا من خلال قناة الأهل زي ما قلنا لكم من بداية الأهل ينتخب الإدارة التنفيذية للنادي خطبت كل السادر المرشحين علشان كل واحد يوافي إدارة النادي بالمعادل محدد اللي يرغب فيه للظهور من خلال الأهل ينتخب لأنه زي ما حضراتكم اتفقنا من البداية رسالة القناة ودور القناة ومهمة القناة أن الجميع على مسافة واحدة من كل المرشحين لسبب بسيط جدا أنه كلهم بالفعل أهلي كلهم أعضاء النادي الأهلي كلهم اتقدموا بأوراق ترشيحهم وبأفكار ترشيحهم للسادر الأعضاء رغبة منهم في خدمة النادي فبالتالي إدارة النادي بتقف بالتأكيد على مسافة واحدة من كل السادر المرشحين لكن من خلال القناة ودورها ورسالتها ومهمتها بتعتبر الأهل ينتخب نافذة يطل منها السادر المرشحين على الجمعية العمومية للنادي لشرح أفكارهم وأراءهم وكل اللي عايزين يقولوه لأعضاء النادي وبالتالي لأعضاء النادي الأهلي أعضاء الجمعية العامة لأن اتفقنا من البداية إذا كانت الأهلي الجمعية العمومية بتاعته هي داخل أسوار مقراته فالجمعية العامة للنادي الأهلي هي بالملايين في كل بيت وفي كل شارع وفي كل مكان جماهير النادي الأهلي هي دايما وأبدا حتى الحدث الانتخابي وانتخابات النادي بتهتم بها الجماهير كحدث شعبي مهم انتخابات يعني استقرار يعني مجلس يعني التفاهم يعني التناغم يعني نجاح يعني نجاح وفوز ورا فوز وبطولة ورا بطولة هو ده السيستم الإداري للنادي الأهلي ودايما فكرة الانتخابات في النادي الأهلي هي فرصة لتقديم كوادر إدارية جديدة وشيء أعتقد رائع جدا من إدارات النادي المختلفة من سنين طويلة وباستمرار رؤساء النادي الأهلي حتى في اختيار قوائمهم واختيار أعضاء مجالس إداراتهم والكل بيكون حريص بنسبة كبيرة على تقديم كوادر جدة على إفراز عناصر جديدة على إزاي تقدر تصنع كوادر تطمنك على مستقبل الأهلي الأهلي التميز الفن بتاعه والتميز والبطولي والاستقرار مجاش من فراغ جيب اعتباره تقريبا تقدر تقول للنادي الأهلي مدرسة الإدارة الرياضية الأول في الشرق الأوسط معتقدش أبدا فيه نادي أو مكان اهتم بفكرة الإدارة وفكرة صناعة الكوادر الإدارية خاصة من الشباب قدم النادي الأهلي يهتم طوال سنين طويلة من عمره عشان كده مش من فراغ أنك أنت تلاقي أبناء النادي الأهلي إداريا عناصر متميزة جدا على المستوى الدولي لو بتتكلم على الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لمدة عشرين سنة واحد من أبناء هذه المدرسة الإدارية لو بتتكلم على عبد ماني مواهب علي رحمة الله اللي وصل لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة السلة لو بنتكلم على المهندس مصطفى مراد فاهمي بناديله صحة وطورة العمر اللي وصل لرئاسة قطاع المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي بيدير مسابقات الكرة حول العالم كان واحد من أبناء هذه المدرسة الإدارية الأهلوية المتميزة تاريخيا ده بعد سنوات طويلة له في العمل في الاتحاد الأفريقي فعشان كده فكرة حرص النادي الأهلي وإدارات النادي الأهلي ورؤساء النادي الأهلي تاريخيا على صناعة الكوادر وإعداد الكوادر الإدارية هو ده اللي بيطمن الجمهور قبل الأعضاء على مستقبل النادي الأهلي عشان كده كان يمكن الأهلي ينتخب واحد من الأدوار المهمة لي أنه بيلقي الضوء على هذه الكوادر عشان يطمن الجمهير أولا يوعي الأعضاء على البرامج والأراء والأفكار المطروحة وثانيا علشان تكون رسالة من خلال قناة الأهلي لجمهير الأهلي في كل مكان تطمنهم على مستقبل النادي الأهلي إداريا وعلى أجواء الاستقرار في النادي يمكن من منطلق صناعة الكوادر والحرص على هذا الدور المهم هيكون ضيفنا النهاردة الدكتور مهند مجدي والدكتور مهند مجدي زي ما بقول لكم على الطريق في عملية صناعة الكوادر عضو مجلس إدارة تحت السن في مجلس المهندس محمود طهر استمر عضوا تحت السن أيضا مع الكابتل محمود الخطيب والآن يتقدم بأوراق ترشيحه فوق السن في الانتخابات الجديدة 26 نوفمبر الجاري إن شاء الله اشتركوا في القناة